المباراة اليوم فيها عدة ملاحظات أهم هذه الملاحظات أن الناد الأهلي يحتاج إلى مهاجم شرس قوي متميز قناص فرص كتيرة جدا في الثمنتاشر لكن اليوباجي غير مقنع في الشوت الأول اللي هو لعبه ومروان محسن في الشوت التاني والله تحركاته أفضل من اليوباجي بكتير يعني فيه جن منهم شايت في الآيم ورجعت وسجلها أظن كهرباء وهكذا وكانت حركاته أفضل من اليوباجي لكن في النهاية مش ده الفرود اللي يلعب في الناد الأهلي والناد الأهلي يحتاج إلى ضغط حاجة تانية من الملاحظات أيضا هو قوة أطراف الناد الأهلي سواء محمد محمد هاني أو علي معلول وفي الشوت التاني أحمد فتح طبعا ومحمد شكر الجديد اللي أول مرة بنشوفه ولد وثق من نفسه وقف على كرته واضح أنه عنده شخصية وضابط فالناد الأهلي تطلع من المباراة بحاجة مهمة جدا أول حاجة أن الأهلي حريص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وده ظهر في الملعب والكراسة المتبعدة بين اللاعبين وبعضهم البعض من الفرقتين أو من فرقة الناد الأهلي يعني جهاز الناد الأهلي تسموحها كان أعجا ببعضها لكن الناد الأهلي كان سايب مسافات المتر ونص حرصا على الجميع الملاحظة التانية في الشكل أن استاد التيتش الأرضية بتاعته محتاجة سنة كده تصبيطة وكان ممكن تبقى الفترة اللي فاتت لكن يبدو أنها لا ما تماتش يعني لكن أرضية الناد الأهلي مش مساعدة قوي مش مساعدة قوي أرضية التيتش الملاحظة الأهم في المباراة أن محمود عبد المنعم القهربة يرد على العبيت لهبة لابريالة المجنون المتعوس الموكوس داخل الملع داخل الملع واضح أن محمود عبد المنعم القهربة مركز بدرجة كبيرة جدا 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 بدرجة عالية ودرجة متميزة متميزة وعشان كده عامل النهاردة مباراة من أرواع ما يمكن وساب ومستر فيلر على مدار التسعين دقيقة موجود في المباراة وقدم مباراة طيبة ونجحة في هز الشباك وعمل مطش حلو قوي 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 متحرك لكن واضح أنه اخترته في الجبهة اليسر تبحد يجي يقول لي ليه فيلر النهاردة ساب كهربا لمد طوال المباراة وليه رمضان صبحي مختفي رمضان صبحي مش ظاهر في الصورة ماشي وكهربا بيلعب المباراة كامل خد بالك من اللي هقوله فيلر في صدام شديد وقعد ثلاث مرات مع كابتر محمود الخطيب خلال أيام الماضية كابتر الخطيب قعد معاه وأعلنه مرة واحدة فقط على موضوع الجلسة عشان الحكاية والرواية رمضان عنصر أساسي عنصر مهم وليد سليمان عنصر مهم صالح جمعة عنصر ممتاز لكنه النهاردة كان بتمرن في الجيم وبعدين قعد على الخط سعد سامير ربنا يشفيه محمد محمود ربنا يشفيه كريم ندفد ربنا يشفيه فالمباراة النهاردة كهرباء لعب لأن الرجل عارف أنه في الدورة مش هيلعب اتنين وده الأهم أن مستر ريني فيلر يجهز كهرباء لللعب في هذا المركز إفريقيا إفريقيا ليه؟ أنك أنت في مباراة قالك المباراة 25 و 26 خارج مصر في المغرب الأهل أمام الوداد والزمالك قوام الرجاء والعودة 2 و 3 أكتوبر في أكتوبر رمضان صبحي مش معاك إذا لم ينجح النادي الأهلي فالحصول على خدماته مبكرا 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 لايكات يا شباب عشان نثبت البس بعد إذنك ربنا يكرمكم خير هذه الأيام وخير ما فيها لايكات يا شباب لايكات يا شباب معاك رمضان قالوا إنه آخر معايد لشراء الندري أهلي له نص أكتوبر لكن ما انتش ضامن لعبت الكورة ما انتش ضامن أي إصابة أي شد أي حاجة لكن النهاردة كان في رغبة في تجهيز كهرباء للعب عشان كده تساب طول المباراة عشان كده تساب طول المباراة رمضان صبحي والمجموعة ووليد سليمان وكده مريحين مريحين لا في الأساسي ولا في الاحتياط وفي مجموعة مصاب نشوفهم في الماتش الجاي لكن اللي احنا شوفنا النهاردة وعجبنا أنا شخصيا ياخذت محمد الشناوي عمر السلية فورما إليو ديانج فورما جيرالدو لسه ما بيعرفش وقفوا الكورة محتاجينه ياخد كورس في الاستلام والتسلم كل الكورات اللي بتروح له ما تعرفش فيها إيه على ما بيسلم بكون الدنيا يعني يعني يحضر في حوالين نفسه ما أنا معرفش يعني اللي اشتروه اشتروه على إيه إلا إذا كانوا جايبينه يخدش سباق 5000 متر أو 4000 متر ده موضوع تاني أو 100 متر حرة لكن هنا أو 3000 متر موانع مش مقنع بالنسبة لي طبعا كل اللي أنا بقوله ده احنا لسه في البداية لكن برضو من الملاحظات النهاردة ان الفريق البديل كان أول حاجة عنده تسليم وتسلم أسرع عنده ضغط على المنافس أسرع عنده رغبة في إثبات الزات أسرع أحمد الشيخ خاسس جامج جدا وعنده تركيز النهاردة في المباراة أحمد فتحي عاوز يقول انها لعب محترفة بأقلية محترفة ومكمل مع الفرقة للنهاية ياسر إبراهيم النهاردة لما نزل هو وربيعة وقفين على رجليهم مايفرقوش أبدا عم متوليوا عن أي من أشرف اللي لعبوا مساكين في بداية المباراة شوية بس السولية وجنبيه العربي كانت هنا الملاحظة طب ليه مش صالح جمعة طالما صالح جمعة ببرا طالما صالح جمعة ببرا أحمد الشيخ النهاردة خاسس جامد ومركز جامد كهرباء مركز جامد مروان عنده إصرار مروان عنده إصرار لإثبات الزات مين تاني عجبك يا معاطي اللي عجبني النهاردة الوحيد اللي بيشوت من خارجة الثمنتاشر النهاردة هو عمر السولية ومحمد أفشة محمد مجد أفشة لكن مازال محمد مجد أفشة ما عندهش الغيرة ولا الحمية عكس عمر السولية عكس علي معلول فالمباراة النهاردة في مجملها مكسب للنادي الأهلي أنه يلعب مباراة رسمية أو ودية بعد 4 شهور من فين من شهر 3 فين من شهر 3 ما لعبناش كور ما لعبناش كور من شهر 3 فالمسألة كويس النادي الأهلي ظهر بهذا المستوى في إصرار كويس النادي الأهلي بتطمن على الأساسيين والبودلاء مباراة رائعة جول أولاني طبعا صاروخية من الكابتن عمر السولية بترتد من الهانس لمن بيسجلها كهربا جوا الجول جول التاني كهربا استلم تمريرة حلوة من قاوت من شكري ومر وتواغل ومر مرام محسن اللي من لمسة واحدة جوا الشباك أحمد الشيخ عمل جملة جميلة بدأة من اليمين لصوم مجرة أحمد فتحي اللي عرض لعمر السولية في 18 وبالكعب الكهربا وجول جول جول والجول الرابع مروان بيسدد بترتد بيجي الجونيور أجيه بيسجل الجون الرابع كهربا جوليل مروان محسن جول جونيور أجيه جون لكن في شكل جميع متميز للنادي الأهلي مثل ما كان قبل توقف قرة القارب الأهلي بدأ بالشناو قدامه أيمان أشرف متولي معلول محمد هاني قلب وسط السولية ودقيلو ديانج كهربا أفشا جيرالدو بادش الشوت الثاني عمل تشكيلة مختلفة تماماً لعب بعال لطفي ياسر إبراهيم وربيعة وأحمد فتحي ومحمد شوك وعمر السولية وجنبيل عربي بدري وقدامهم أجيه والشيخ وكهربا ومروان محسن كهربا الوحيد اللي لعب المباراة كاملة الفرقة شكلها حلو الأهلي شكله حلو سموحة أداءه تحسن عما كان عليه أمام نادي الزمالك وقدم عرض طيب عما كان أمام الزمالك وكانت الخطوط متقاربة وكانوا بلعاوا بشكله كويس وبينقص سموحة اللمسة الأخيرة على المرب اللمسة الأخيرة على المرب يعني رغب أنه عنده في سموحة فرقة كويسة وعنده قدام قوة جبرها هجومياً صلاح محسن وحسام حسن ومحمد طلعت وكده لكن ما كانش موقع النادي الآية النهاردة فيلر أيضاً تبع عدد من المعارين زي محمد عبد منعيم المساك وكريم يحيا الباك رايد وزي صلاح محسن اللي هو بدأ به المباراة مهاجم النادي الآهل للمعار وبالتالي استقر على استمرار إعارتهم وقال يا رب يكمله في الإعارة وهكذا طيب عاوز أروح تاني بالنسبة للنادي الآهل في جزئية مهمة فيلر قال اسموح نصر مهر وحسن صلاح وافع التجديد قبل غلجنة الكرة بيهذا الأمر بالنسبة لي الله ما تصنع سلنا الناج آخر الكلام في صفقات النادي الآهلي والد أزارو هو محور الحديث وحاولك كابتن محمود الخطيب شخصيا من خلال عدة الجلسات عملها مع ريني فيلر الحصول على موافقته على بيحاول يلين دماغه في أن والد أزارو يرجع ويبقى دابن تشكيلة الفريق ويلعب ما يبقاش في موقف منه بخروجه خارج القايمة باستمرار من حق الإدارة أنها تسجل ومن حق المدرب يلعب ولا ما يلعبش ومن حق وليد أزارو ده اللي بيقول عليه أن أنا مش عاوز أجي وبقى في بيني وبين الرجل صدام وبقى أنا بره لا أجي أدخل في منافسة مع زملائي المهاجمين والأفضل يلعب والأفضل يلعب وده مربط الفرس والنهاردة وليد أزارو سأل سؤال رسمي لإدارة النادي الأهلي أجي أمتى أنضم للفريق أمتى عاوزيني أمتى لعب يتحرك بعقلية احترافية متميزة هو والد أزارو رغم الإغراءات اللي بتروحه من الزمالك ومن برامنز إلا أنه متمسك بالنادي الأهلي أو متمسك بجماهيره وعاوز يجي ومش عاوز يمشي فسأل سؤال يعني أنتو عايزيني معاكو أمتى وانضم أمتى خاصة أن والد أزارو غير مقيد محليا وما ينفعش له المشارك فالنادي الأهلي لسه مردش عليه طيب فيه أسامة جلال وفيه أحمد بكهم وفيه باهر المحمد كلام برضو تردد في اجتماع فيلر مع كابتل الخطيب الراجل عاوز باهر المحمد المسألة فيها صعوبة لكن الخطيب وعب بي طب ما كانش قال لك بأسامة جلال لجنة الكرة عاوزة مين عاوزة أحمد بكهم ترجمة نانسي قنقر